موسيقى نشرة الأخبار على قناة يمن شباب نبدأها بالعنوي مقتل مدني وإصابة ثلاثة مسلحين في مواجهات بين ميليشيا الانتقالي بعدا لجنة اعتصام المهرة تدعو لاجتماعا عجلا للوقوف أمام تهديدات الانتقالي أضرار في مخيمات النازحين بحضر موت بسبب سيول أمطار غزيرة البداية من عدن حيث قتل مدني وأصيب ثلاثة مسلحين مساء الاثنين في مواجهات بين ميليشيا الانتقالي الإماراتي بمديرية كريتر مصادر محلية أفادت بأن مواطن مدني قتل أثناء اندلاع للشباكات قرب منزله في حين أصيب ثلاثة مسلحين على الأقل من عناصر الانتقالي المشتركين في الاشتباكات والتي دارت في حي الطويلة بكريتر أشارت المصادر إلى أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر الانتقالي بسبب خلافات داخلية في صفوفها قال رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك إن الحديث عن التدخل التركية والحديث عن قواعد عسكرية في اليمن أمر غير وارد على الإطلاق وليس محل نقاش أو بحث ولا يمكن القبول به أضاف عبد الملك بأن هذه الدعوات لم تصدر إلا من أصوات مرتهنة بل بلا وزن عفوا في مواقع التواصل وهي تأتي ضمن محاولات بائسة تسهدف التشويش على مواقع الحكومة الواضحة والتأثير على علاقاتنا مع دول التحالف في دعم الشرعية هذا وقد هددت ميليشيا الحوثية الاثنين بقطع الشبكتين الاتصالات والإنترنت عن ملايين اليمنيين بسبب إعدام المشتقات النفطية في الوقت الذي تتكاثر السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية في المناطق التي تسيطر عليها ذكرت وزارة الاتصالات الخاضعة للحوثيين بصنعه في بيان أن مؤسسات وشركات الاتصالات والبريد واجهوا نقصا حادا في المشتقات النفطية بسبب حجز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديد الخاضع لسيطرة الميليشيا وفق تعبيرها وحذر البيان من توقف وشيكة لشبكات الاتصالات والإنترنت في اليمن نتيجة عدم المشتقات النفطية التي يتم الاعتماد عليها اعتمادا كليا على تشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات والإنترنت في جميع المواقع الرئيسية أقدم الحوثيون على منع نساء صنعه من الجلوس والتنزه في سائلة صنعه القديمة وذلك بذريعة تأخير النصر مصادر وسكان محليون أكدوا ليمن شباب بأن الميليشيا طردت النساء من على ضفاف صنعه القديمة بطريقة داعشية وتحت مبررات عبثية وذلك ضمن حملة حوثية للتضييق على المرأة اليمنية وقمع حرياتها في مناطق سيطرتهم أشارت أيضا هذه المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي كانت قد بدأت منذ أسابيع تقريبا بمنع النساء من الجلوس على ضفاف سائلة صنعاء القديمة معتبرين جلسهن من أسباب تأخير النصر حد تعبيرهم طالبت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات بالكشف عن مصير عبدالله العامري المختطف قسرا من سبتمبر للعام 2011 وقالت في تغريدة الله على تويتر أن العامري مخفي قسرا منذ اختطافه في التاسع من سبتمبر للعام 2011 بعد قيامه بإنقاذ عدد من المصابين في المسيرة السلمية التي خرجت من ساحة الجامعة إلى جولة كنتاكي واستشهد فيها وجرح العشرات من الثوار في شان آخر حيث طالب رئيس منظمة حماية الدكتور علي التام طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالعمل على وقف الاعتداءات الممنهجة والسهداف المدنيين بمأرب ضحايا المدنيين معظمهم النساء والأطفال الأطفال أصبحوا ما بينوا معاك كليا ما بين فاقد للسمع ما بين فاقد للنظر ما بين فاقد لأرجله أو أطرافه أو أحد من أطرافه أو مشلول أو مصاب يعني بحالها نفسية هذا إذا نجأ من نسميهما الناجين من هذه الحوادث ومن هذه الاستهدافات كذلك النساء والأطفال هم الضحية الأولى لمثل هذه الاستهدافات ولمثل هذا القصف الصاروخي الممنهج دعت لجنة اعتصام المهرة كافة أعضائها لحضور اجتماع عجل اليوم الثلاثة وذلك للوقوف على التهديدات المحتملة لميليشيا الانتقالية الإماراتي ذكرت اللجنة في بان المقتضب بصفحتها على فيسبوك أن الاجتماع سيناقش مساعا لما وصفتها بأدوات الاحتلال السعودية الإماراتي لإشعال الفوضى في المحافظة والضرب بجهود التقارب والحفاظ على أمن والاستقرار المحافظة أشارت إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا مساعي الانتقالي وعبدالله بن عيسى آل عفرار عبر تحركات مشبوهة رصدت لهم مؤخرا مؤكدة أن تلك المساعي لن تصمد أمام وعي أبناء المهرة تأتي الدعوة لاجتماع بعد فشل جهود أبناء المهرة في التوقيع على وثيقة الشرف لتجنيب المحافظة صراع الذي كان من المفترض أن توقع أمس الأول إلا أن تغيب المحافظ عن اللقاء بطلب من السفير السعودية الذي استدعاه إلى الرياض أفشل التوقيع شيعت وزارة الدفاع والمقاومة الشعبية بصنعاج وثمان الشهيد النقيب علي الريدي الذي انتشرت وصيته قبل استشهاده بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المزيد في هذا التقرير من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها لم تأل جموع الجمهوريين جهدا في مقارعة الإمامة والدفاع عن النظام الجمهوري هذه الجموع السبتمبرية تشيع فارسا جديدا من فرسان اليمن وعملاقا من عمالقة الجمهورية فبينما يوصل موتى أقرباءهم أوصى الشهيد عمر الجميع الشهيد كان مثالا للوطنية حيث وهب الجمهورية كافة أنفاسه حتى أنفاسه الأخيرة التي كانوا يريدون أن يعيدوها أطباءه إلى الحياة فيها وهبها للوطن دافع عن الجمهورية منذ الحرب الخامسة لصعدة واشتركنا جميعا في هذه الحرب ودافع عن الجمهورية حول صنعاء ودافع عن الجمهورية وعن قيم الجمهورية داخل المعتقله وسجنه ودافع عن الجمهورية في لحظاته الأخيرة وأنفاسه الأخيرة هنا في مارب في معركة التحرر من السلالة كان عمر رائدا من رواد تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية وأحد قيادات ثورة الشباب السلمية الثورة الحادي عشر من فبراير ثم ناله ظلم الميليشيا الحوتية عند اقتحامها لمديريته بني مطر بمحافظة صنعاء حيث غيب في سجونها لمدة عامين وما إن أطلق صراحه في صفقة تبادل أسراء بين قوات الشرعية والحوتيين حتى التحق بركب الكفاح السبتمبري ضاربا أروع الأمثلة في التضحية من أجل اليمن الجمهوري مجسدا ذلك بوصية تلاها على الجميع قبل أن يلفظ آخر نفس له بلق أخواننا في الجبهات في كل مكان أننا على الأرض لا إله إلا الله يودع الجيش الوطني عمر لكن وصيته الأخيرة أصبحت منهلا معنويا يستزد منه رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فقد أقسم كثيرا بأحقية القضية وبطلان الميليشيا الحوثية في مزاولة علنية لعمله المعنوي عمر أدى دور كما ذكرنا رغم سنه كان في العقد الثالث من عمره إلا أنه ربا وسجن في سجون الحوثيين وقاتل وواجه في مهدين الرباط والجهاد وكان يؤدي رسالته مع إخوانه من أبناء التوجيه المعنوي للقوات المسلحة وأبناء الجيش في الجبهة وتقبله ربه شهيدا وأدى رسالته الأخيرة في آخر ثلاث دقائق من حياته إلى الجميع أننا على الحق وأن أولئك على الباطل يعرف الأبطال نهايتهم المشرفة لذلك سلكوا طريق المقاومة من أجل التحرر من خرافات السلالة الحوثية ولحماية المشروع الجمهوري ونصرة للمظلومين الذين كان شهيد عمر الريدي واحدا منهم محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب تسببت أمطار غزيرة بحدوث أضرار في مخيمات نازحين بمنطقة مريمة في سيئون مركز وادي حضرموت وقال مصدر محلي ليمن شباب إن مدن وادي وصحراء حضرموت تشهد أمطار متفاوتة الغزارة أدت إلى جريان السيول وتضرر جزئيا لعدد من البيوت وخيام النازحين حذر مركز الأرصاد أيضا في وقت سابق منه طول أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة تتأثر بها مديريات الوادي والصحراء والهضاب وأجزاء من السواحل الشرقية أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن تسجيل ثلاثة عشر حالة إصابة جديدة جميعها في حضرموت وذكرت اللجنة في تقرير لها مساء الاثنين أنه تم تسجيل حالتي وفاة في شبوة وحالتي تعافي في شبوة وحضرموت قالت منظمة الأمم المتحدة إن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن مرتفع بشكل مثير للقلق وطالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة سيفان دوغريك بتوفير 385 مليون دولار لتمويل دعم عملياتها المتعلقة بمكافحة انتشار كورونا في اليمن مضيفا في مؤتمر صحفي عبر دائرة تنتيل في الزونية بمقر المنظمة في نيويورك بتلقي الأمم المتحدة 55 مليون دولار فقط وهو ما يساوي 14% مما تحتاجه في مكافحة فيروس كورونا في هذا البلد نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها مقتل مدني وإصاب الثلاثة مسلحين في موجهات بين ميليشيا الانتقالي بعدان لجنة اعتصام المهرة تدعو الاجتماع عاجل للوقوف أمام تهديدات الانتقالي أضرار في مخيمات النازحين بحضر موت وذلك بسبب سيول أمطار غزيرة ختام الناشرة في أمان الله موسيقى 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 موسيقى